المعارضة السورية تعلن في الرياض عن أسماء وفدها المفاوض مع النظام وترفض المشاركة في حال وجود طرف ثالث العفو الدولية تتهم القوات الكردية بتدمير ألاف المنازل في شمال العراق لتهجير السكان العرب واشنطن تقر بوجود الكثير من العمل أمام مفاوضات السلام السورية المقررة الأسبوع المقبل وتحمل روسيا مسؤولية التعطيل المرصد السوري يقول إن مطار الرميلان بريف الحسك الشمالي الشرقي بات شبه جاهز لاستخدامه من قبل الطائرات الأمريكية وزراء الدفاع في الدول السبع الأكثر التزاما بالحملة الجوية على داعش في العراق وسوريا يبحثون في باريس الوسائل الكفيلة بتكثيف حملتهم العسكرية داعش يمحو آثار دير مار إليا تاريخي بالموصل ويسويه بالأرض وفقا لمصادر صحافية اشتركوا في القناة